موسيقى يواصل المجلس الرئاسي لبي مشاوراته في الصخيرات لتشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بقبول مجلس النواب يجتمع المرشح لرئاسة الوزراء فيز السراج مع أعضاء المجلس لتقديم تشكيل حكومية مصغرة ذلك بعد رفض البرلمان تشكيل وزرية سابقة تضم 32 وزيرا وامهال السراج عشرة أيام لتقديم حكومة مصغرة وينضم إلينا حول هذا الموضوع من القاهرة الباحث السياسي الليبي إدريس الطيب سيد إدريس أهلا بك معنا في الأولى من سكاي نيوز عربية يعني اليوم الأبرز ما قالته موغاريني في تصريح بخصوص ليبيا هي تقول ليبيا تحتاج إلى حكومة وفاق وطني للحصول على أفضل فرصة لإلحاق الهزيمة بداعش أين نحن اليوم من هذه المشاورات التي تحصل في الصخراط الحقيقة يبدو أن المشاورات حسب الآخر المعلومات التي رشعت قد وصلت إلى المراحل شبه النهائية والتشكيلة يبدو أنه قد تم الاتفاق بشكل مبدئي على الأقل يعني قابل للتعديل على تشكيل حكومة مصغرة من 12 وزيرا وهذه الحكومة ستكون لديها فرصة كبيرة جدا لكي تحظى بقبول مجلس النواب باعتبار أن مجلس النواب حين رفض التشكيلة السابقة المشكلة من 32 وزيرا قد طلب من السيد السراج تشكيل حكومة مصغرة واعتقد أنه إذا ما تم التوافق على هذه الحكومة فقد تحقق الهدفان الرئيسيين من هذه الحكومة وهو التوافق السياسي باعتبارها هذه الحكومة نتيجة الاتفاق السياسي بين أطراف المتنازعة وأيضا الهدف الآخر وهو قوة الحكومة أو رشاقتها أو عدم ترهلها بالوزارات الزايدة بحيث يصبح لديها القدرة على الحركة والتنفيذ والقيام بالمهام الموكلة إليها في الاتفاق السياسي هل يمكن القول أن هذه الحكومة المصغرة التي يترأسها السراج ستبصر النور خلال أيام المقبلة سيد إدريس؟ والله أنا شخصيا أتوقع كما يتوقع كثيرون أن هذه الحكومة ستبصر النور قبل أن يبصر النور يوم غد يفترض أن هذه الحكومة ينتهي تشكيلها مساء هذا اليوم أو ربما صباح يوم الغد يتوقع أيضا أن يعقد المجلس الرئاسي بعد أن ينهي تشكيل الحكومة جلسة مع هيئة الحوار في مدينة تونس يوم الأحد القادم وربما إذا كنا محظوظين تماما سيكون البرلمان في موعده ويعقد جلسته يوم الأثنين ويمكن في هذه الجلسة أن تحظى هذه الحكومة بثقة أعضاء مجلس النواب وهو الأمر الذي حاول السيد كوبلر أن يستبقه بزيارة إلى السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وحثه على ضرورة التعامل مع مسألة إعطاء الثقة للحكومة تعاملا طارئا وعاجلا وعلى نحو سريع بحكم طبيعة الأخطار والظروف الطارئة الخاصة التي تعيشها البلاد بطبيعة الحال سيد إدريس مع هذه الإيجابية التي تتحدثون بها يمكن التحدث الآن عن مرحلة ما بعد هذه الحكومة لأن الكثير يتحضر بالنسبة لليبيا بطبيعة الحال التنظيم حقق انتصارات وتقدم كبير استفاد من هذا الفراغ السياسي الداخلي برأيك اليوم سيد إدريس إلى أي مدى الأمال المعلقة على هذه الحكومة المصغرة في مكانها هل بالفعل ستلعب دورا فاعلا وشريكا فاعلا مع الغرب لمواجهة داعش الحقيقة طبعا هذا التفاؤل في الواقع هو ناتج من النظر إلى الظروف المحيطة في ليبيا وطبيعة الخيارات المتاحة يعني يجب أن نعلم جيدا أن تشكيل هذه الحكومة ليس نهاية المطاف ولكنه هو الإنجاز الأهم في اللحظة الحالية يعني التعامل مع مهمة الآن مهم جدا ولا يجب أن نستبدل مهمة الآن بمهمة الغد تشكيل هذه الحكومة يعتبر هدف هام جدا باعتبار أن هذا التشكيل سيؤدي إلى خلق حكومة واحدة توحد الانقسام السياسي الموجود في داخل البلد ولكن هذه الحكومة لابد أنها ستواجه طبعا صعوبات ومشاق كثيرة جدا وستواجه مشاكل مختلفة ولكن ما يعزنا أن الحكومة سوف تواجه نوعا جديدا مختلفا من المشاكل تستطيع بحكم توحيدها للوطن أن تتغلب عليها وأن تكون قادرة على أن تلعب الدور الرئيسي في الدفاع على الوطن ضد التنظيمات الإرهابية وهي بمجرد تشكيلها أعتقد سوف تكون حكومة قادرة على تكون شريكا للمجتمع الدولي في تنظيم هذه الحرب على الإرهاب كما نعلم أن الإرهاب داعش في ليبيا كان يتمدد أو لا زال يتمدد حتى هذه اللحظة في داخل الأراضي الليبية وهو يكسب كل دقيقة لا تشكل فيها الحكومة وكل يوم وكل ساعة يكسب مواقع إضافية يستحوذ على الأموان من المشارف الكلب انتظار تشكيل هذه الحكومة للبدء بمرحلة جديدة كما يقال في ليبيا اليوم يدور الحديث خصوصا في الآونة الأخيرة حديث متزايد بشأن احتمال تدخل عسكري في الداخل الليبي تختلف الأمور بين مؤيد ورافض لهذا الموضوع لكن برأيك هل تنتظر هذه الخطوة يوم الأعلان عن الحكومة أم أن الغرب يتذرع بذلك فقط لتمديد هذا التدخل لا أعتقد أن الغرب يتذرع بذلك دعني نكون واضحا تماما الغرب يتعامل مع الأمور بواقعية وبعقلانية وبحسبة باردة تماما هناك خطر حقيقي موجود في داخل ليبيا وهذا الخطر ليس محصورا داخل ليبيا ينتقل إلى دول الجوار ينتقل أيضا إلى أوروبا التي عمليا تعتبر بحكم التطور التكنولوجي من دول الجوار قريبة جدا إلى ليبيا هذا الخطر يجب أن تتم مواجهته ولكن أعتقد أن الغرب يحتاج في ليبيا إلى شيء واحد فقط يحتاج إلى حكومة واحدة وهو شخص يستطيعون أو جسم يستطيع الغرب أن يتعامل معه في التنسيق من أجل الحرب على الإرهاب في ليبيا ومن أجل هزيمة داعش في ليبيا من أجل إدخال ليبيا ربما ضمن الحملة الدولية على الإرهاب التي تجري الآن في سوريا وفي العراق ولكن هذا الطرف الليبي يجب أن يكون هو المتصرف هو الذي يطلب الدعم والذي يطلب المساعدة الأمور تتم في السيادة الليبية هذا بدون أدنى شك ولكن من المهم جدا أن يكون هناك مساعدات تطلبها الحكومة الليبية بطلب منها أنا لا أعتقد أنه سوف تكون هناك قوات على الأرض لا أعتقد أن هناك أي دولة لا أوروبية ولا أمريكية ولا أمريكية هنا السؤال سيد إبريس ليسوا مستعدين لكن ما الشكل المطلوب لهذا التدخل العسكري في الداخل الليبي حتى ينجح شعار ويعني اليوم يتحدثون عن شعار الحملة العالمية ضد الإرهاب نعم أعتقد أن الشكل المطلوب للدعم يتمثل في الآتي أولا يتمثل في الاستعداد لاستخدام أقصى درجات التقنية في توجيه الضربات الجوية بالتنسيق مع سلاح الجو الليبي ثانيا يجب العمل على رفع حضر التسليح على الجيش الليبي وتقديم الأسلحة له المتطورة القادرة على خوض المعارك المختلفة سواء من طائرات العباتشي أو من الأدوات المختلفة يعني أنا لست عسكرية لست أفهم في هذه الأشياء ولكن كل ما يتطلبه وتبرد تيكس كل ما يتطلبه الأمر من أجل إنجاح العملية ومن أجل خوض القوة العسكرية على الأرض هذه المعارك لا يمكن حسم هذه المعارك من الجو ولا يمكن أبدا إنزال قوات أجنبية أوروبية في ليبيا لا أحد يريد أن يبعث أبنائه إلى الجحيم الليبي وبالتالي فإن هذه معركة الجيش الليبي معركة الليبيين الليبيون الموحدون في حكومة واحدة في جيش واحد في قوة واحدة يدعمها المجتمع الدولي وأعتقد في مثل هذه الحالة سوف تكون فرص النجاح كبيرة جدا جدا أكثر حتى ربما من فرص النجاح الموجودة في سوريا وفي العراق شكرا جزيلا للباحث السياسي الليبي إدريس الطيب حدثنا من القاهرة اشتركوا في القناة